النهاردة حلقة رامس جلال كانت مميزة جدا 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 كان فيها النجم الاهلي كهرباء والنجم السابق اللي كان في النادي الاهلي عبدالله السعيد واللي تردم دلوقتي في نادي الزمالك وجمهور الزمالك بيقول له انت جت لنا منين يعمل حج المهم كهرباء كان جاي متقم زي الفل واستاذ عبدالله كان جاي باميس مربعات فحمر تحس انه كان جاي من الوكالة او كان جاي يحلق او على زي ما كان بيقول رامس كده جاي من المدرسة او المريالة او لبس مريالة حاجة زي كده فبدأت الحلقة زي الفل رامس بيسأل عبدالله السعيد انت لو الاهلي عرض عليك عرض عليك نفس الايمال اللي عرض عليك الزمالك كنت هتقعد في الاهلي ولا هتروح الزمالك فطبيعي انا منطقيا واحد زي والغاية دلوقتي موجود في الزمالك هتقول ايه هقول لا هاجة كنت هروح الزمالك عمتان يعني ما يفرقش كتير فيه لو شفته دم دم عبدالله الحلو الجميل اللي كان موجود في الحلقة هتلاقي نفس دم الزمالكوية بالزبط يعني شوف كهرباء دمه خفيف ازاي والرياكشن بتاعه من قلبه طبيعي اه الفرق كبير جدا ليه لان الزمالك خاد ماضي الاهلي اللي ما انجس معاه حاجة والاهلي هياخد او خد اه مستقبل الزمالك اللي هو ما معشوره وكان قبليه كهرباء وبقول كمان لسه في مستقبل من عند الزمالك هناخده اسامة فيصر باذن الله اه برضو اه تسأل عبدالله اه اه تسأل تاني اه كهرباء قال له اه تقول لي مجد عبدالغانية صراحة رامز بيسأل اسئلة حراءة 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 فبيقول له اقول له حزب حزبنا الله ونعم الوكيل فيك الدنيا وفي الاخرى هيرجع لي حقي باذن الله لما تعرض على كهرباء الشيكبالة قال له مفيش حاجة والهالو طبعا هو طبعا الكلمة مفيش حاجة والهالو هي حاجة درونية حاجة كده اا ايكوال مالهاش لا طعم ولا ريحة اتش تو او لا لي طعم ولا مزاق فنفس الكلام موجود في الزمالك لا طعم ولا مزاق وهو ده تعليق كهرباء لا بيودي ولا بيجيب وكهرباء بيتسأل عن فتوح قال له ده قلبي ولا طبعا شايف فنفتوح الفترة اللي فاتت في الزمالك مش هو حتى لما بيلعب مش هو الراجل نفسيته تعبانة وزي الزفت وطبعا في وسط الحلقة ااا كهرباء بيدافع طبعا دي عادة الاهلوية بيدافع عن عبدالله وبيقول له بلاش يا رامز عبدالله ما يستحملش اللي انت بتعمله ده عيب ودي كانت اااا الحلقة بتاعتنا النهاردة وباشقل عليها لرامز جدا لان صراحة كهرباء ااا اا خلالها طاقة وحاركة والفولت مش كان مئتين وعشرين الفولت كان تلتمية وتمانين وكانت حلقة مأيزة وقاو ورامز نفسه خاف على نفسه من كهرباء وما قدرش ينزل دي كانت حلقتنا اتمنى الفيديو لو عجبك اخبط لايك واشترك معي في القناة السلام عليكم